وخلينا برضو استكمالا للأخبار الجيدة وكويس كمان ان احنا بنتكلم او بنتابع يعني لعبين بر مصر وبنسعى كمان لضمهم لمنتخبات بلادهم وده موضوع كان يعني او ملاف بقالنا فترة بنسمع عنه لكن نجح مؤخرا مجلس ادارة الاتحاد المصري اللي قلت هنا السلة تحديدا في انهاء كافة وكل الاجراءات الخاصة باستخراج اوراق اللاعب المصري الامريكي باتريك يوسف عشان يحق لي بقى بشكل رسمي تمثيل منتخب مصر خلال الفترة المقبلة يعني ناس مش عارفة من قصة باتريك باتريك هيلعب فيه دوري الجامعات الامريكي وحصل على جواز السفر المصري مؤخرا الخاص بيه خلال لساعات يعني انا بتكلم من القليلة الماضية وتوجه بعد كده امس للاندبوم لمعسكر منتخب مصر في الامارات عشان يستكمل الاستعدادات لكاس العالم مع المنتخب من ضمن كمان المعلومات اللي خليني اقول لحضراتكم عن باتريك او باتريك يوسف هو عند 24 سنة وشارك مع فريق مايامي هايت الامريكي خلال الايام اللي فاتت في الدوري السيفي لكورت السلة الامريكية وهي المسابقة اللي نظمتها الربطة الوطنية لكورت السلة ويعني بتجتمع فيها فرق الدوري الامريكي للمحترفين يعني على كل حال بنقوله يعني زي ما بتقال كده ولكم للمنتخب باتريك خليني برضو انوه عشان الناس برضو مش عارفة اكتر عنه باتريك مفروض والدته واخواته مصريين لكن والده امريكي وهو عشان لسه صغير شوية فيه السن ما خدش الجنسية المصرية فطبعا كان لازم يحصل على الباسبور المصري قبل ما يلعب مع المنتخب بتاعنا وقد كان يعني امبارح تحديدا فبالتوفيق ان شاء الله واكيد سعداء باندمام كادر يعني بهذا الشكل برضو هيضيف كتير ان شاء الله لهذه الرياضة